نحن نعود من جديد الى ملعب سان نيكولا في باري المباراة الثانية في مسابقة كاس تيم تجمع هذه المرة فريقة يوفي بفريقة ميلا و بعد قليل ضربة البداية للمباراة الكورا لمصلحة لوكا أنتونيني تويل الكورا المتاب كورا ثبتة وضربة مخالفة لمصلحة يوفي أندريا بيرلو التزديد هذه كورا والتدخل كاسانو يدخل المنطقة التوسيع هناك الدفع والبعد من باسكوتا التزديد قوية الكورا من مارك الى أنتونيو كاسانو كاسانو الى كيفين برانس التزديد قولة الحارس استوراري هذه اللي عادة انتلقت من مارك فان بومن التميد من كيفين برانس الى أنتونيو كاسانو يعمل مراوغة يبعد على المدفع بونوكي هو يسدد ارضية في شباك استوراري ويمضي اول هدف لفريق ميلان قولة كاسانو التميد كيفين برانس يسدد كاسانو وقبله الدفاع يحول الى ثالباروكنية الضغط لفريق ميلان بعد مرور ربع ساعة التزديد من بومن التوزيع من تايو الى كيفين برانس التميد وتبعد في الاخير يحاول فريق يوبي التزديد التزديد كانت هذه الى هذا السدد كانت تبتو سهلة امشيل الحارس فلاديو روما وفيدل هو من يؤدل النتيجة لمصلحة وطويلة الى خارج ارضين يكتفي بدور الدفاع يشير التايو انتونيو كاسانو السدد انتونيو كاسانو مجهود كبير هذه اللي عادة واحدة اثنين مع كيفين برانس ينتلق يبعد على بيات سينزا دقائق ما زلت وهذه كورة اختيرها مرة اولا ثم ثانية مارك فان بومن هذه اللي عادة ترويد ممتاز ترويد الثانية الى شامبو سيغلير والكورة فوق مرمال حارس فلابيو روما مرمال حارس اوه هذه كورة فيتسينيتش هذه اللي عادة على مستوى القائمة الاول توسيعة كانت ممتازة واستلام على مستوى في كل نحن العالم نجد احباء للريال بعد تزديدة كانت خيرة كورة فيتسينيت ستة المرور الى ركلة الترشيح هذه اللي عادة التوزيع من فدال اوامات ريبي رعصية يغلط حارس ميلا يغلط حارس ميلا افلابيو روما ويمضي الهدف الثاني وهدف الانتصار وهدف الانتصار